اتفاق وقف اطلاق النار المؤقت في الشمال السوري انتظر 36 ساعة قبل ان تعلن تركيا عن خرق للاتفاق بسلاح الميليشيات الكردية وزارة الدفاع قالت ان ميليشيات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب نفذوا 14 خرقا على شكل تحرشات في اخر 36 ساعة وتوزعت الخروقات على محاور رأس العين ومنطقة تل تمر باستخدام الاسلحة الخفيفة واخرى ثقيلة لكن وزارة الدفاع التركية جددت التأكيد على التزام قواتها المسلحة وبشكل كامل باتفاق المنطقة الامنة المبرمي مع واشنطن في 17 من الشهر الجاري غدا توصول نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الى انقرة مع وفد امريكي رفيع المستوى ولقائه الرئيس اردوغان تعليق عملية نبع السلام لمدة خمسة ايام او 120 ساعة لا يعني انها انتهت بل هي مهلة للميليشيات الكردية للانسحاب من المنطقة الامنة بحسب وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو الذي جدد التذكير بان هدف انقرة من العملية هو انشاء منطقة اامنة تمتد من شرق الفرات وصولا الى حدود العراق بطول 440 كم وبعمق 32 كم تلك المنطقة التي تؤكد انقرة انها تعمل على تحويلها من منطقة حرب الى ملاذ آمن للاجئين السوريين تضمن من خلالها تركيا حماية امنها القومي شكرا اردوغان قالها الرئيس الامريكي ترامب لنظيره التركي تعليقا على مشروع المنطقة الامنة التي ستنقذ ملايين الناس وفقا لترامب وهو ما اعتبره الاتراك انتصارا سياسيا مهما لتركيا خارج اراضيها انتصار قال ناشطون اتراك انه لا يمكن ان يتزعزع بخروقات هنا وهناك ولا بالشائعات التي تداولتها وسائل الاعلام الداعمة للميليشيات الكردية منذ انطلاق عملية نبع سلام في الشمال السوري